تجميل الأزهر حزم من الشخصيات إن شاء الله المباشرة وأعتقد إنه هو أني طالع بخبرة لا بأس بيها من رسالة الدكتوراه بتاعته وإن شاء الله من المبشرين الجيل المبشر بالخير في جراحة التجميل المصرية وفي طب الأزهر جاهز حزم تقدر يا حبيبي بسم الله الرحمن الرحيم قبل ما ابتدي أولاً بس الصوت كويس يا دي بس عايزة تأكد بس عليه سن أو قرب بسم الله الرحمن الرحيم أنا قبل ما ابتدي أشكر حضرتك على الجيل المباشرة وأشكر كل أجلاتك الصوت بيقطع حزم الصوت كده بيقطع كويس كده حلو وجميل أوي قبل ما ابتدي أنا حبيب أشكر حضرتك على المقدمة الجميلة دي وحبيب أشكر أسدتي اللي بعلمت على يديهم من ذات ما بعلمتك الاسم الحد من الحد الان رجعي قطع تاني حزم طب كده كويس يا بيه كده أيوة بيه كده كويس كده كده الصوت كويس كده جميل بلس بلس الشكر ده لأنه شكله مش من القلب فبيطلعش لا خالص والله يا بيه باتحك معاك باتحك معاك لا طبعا باتحك معاك أنا لازم أجد أي فرصة لما أشكر حضرتك حزم وطبعا قبل برضو ما ابتدي خالد بجر خالد نشيه الله يبحانه اللي كان معنا اللي معاشه في يوم في آخر وبينار اللي كان وصحينا على خبر وقاته فبتوضيها للمنبعاء وربنا يجعل دار طاير من داره وأهل الله معنى رب يجعل أهل يجعل شكاعة علي رب أهل يمكن موضوعنا النهارده عال وحفص برضو بالكلام شوية عن ضمن رب وحفظ 2000 باريطر عال يمكن نشيئ من حفظ موسيقى دعو من الأول الول الأول من المصر سنتم موسيقى خليقة أو سنتم ولكن مني تراهيك الدروس jeżeliتريح بكثار ممتع finding منترج حياتي سيبلانا على قناة سيارة كطيطان Sens revolون منذ ع liquidation الفلة هذه أهلاك فقط وس 절�مانية واحد ب deep ditديكم تنقية شطه تحت سيارة واسخت المسيحة ولكن معرة بعد قناة سيادة تبعيدش عن المايك كتير عشان الصوت بيروح تبعيدش عن المايك كتير عشان الصوت بيروح تبعيدش عن المايك كتير عشان الصوت بيروح تبعيدش عن المايك بيروح تبعيدش عن المايكة موسيقى هذه مجتمعة المتطربية لناسيات المتطربية ملتره كما كانت بقصة مثلترية من الحية التوصف بالتصوير من المتطربية بهذا التوصف بالطرقية المتطربية و البعض進 التوصف من المتطربية إراءة الخامسة والمتطربية المتطربية المطهيات يببغد اشتركوا في الثانيات وهذا يببغد اشتركوا في قطاع ميزانة من البطارية يببغد اشتركوا في القطاع ولكن يتحدث عن التثانيات المتعابلية إلى مطهيات المنزل من المنزل انتضاء مختلفة في المنزل الابدومية واضح عن مطهيات المنزل المترجم للإمال باستدار الأخرى موسيقى أيضا ممواطنة مدعيّة ضلالي مما يكون منطقي مما يكون الجمعين تصبح الحكيم وعيدا في عجزة الدم组 ومن المتعامل الوضحة وممتعام للقائد بيجرس ومن الممتعامل ومن الممتعاملات ممتعامل اززازات مثل ممتعامل .. الصوت يا حازم الصوت بيعطع و بيروح يا حازم كده الصوت كويس بيوم؟ كده جميل يا ريت يفضل كده We must have the short infragoliteal fold. The short infragoliteal fold, the infragoliteal crease must be not extended beyond about half of the infragoliteal crease or about one third of infragoliteal crease if not exceed more than enough contouring buttocks. And we must have a slight lateral direction. It's corresponding to a fibrous attachment, a fibrous adhesion between the greater to the center of the femur to skin. And also the sacral triangle must be outline and border and also sacral dimple which is the borderline between the buttock and the back. And we must, the buttock is completely not the same unit to the back and must have a borderline between the sides. To have a very ideal buttock projection, we must not relate it to our imaging. There is a very accurate measurement must keep in your mind to get the beautiful, very nice buttock augmentation. This point is corresponding to the center of the center of the femur and the c point is corresponding to the most projection point. The ideal buttock projection is equal to A to B must be double A to B. If the A to C is less than the A to A, this patient needs to move to buttock augmentation, whatever fat injection or auto augmentation of the emblem. And if the A to C is more than the A to B, this patient needs blood destruction. Now we talk about the abdominoblasty. Before we talk about the abdominoblasty, we need to know what is the zone of blood supply of the peripheral abdominal wall. As we know, the most important zone of blood supply is zone 3. This zone 3 must not be disturbed as the remaining of the clare after abdominoblasty is completely supplied from there. I would depend on this zone, the zone 3, which is supplied by subcostal and intercostal lumbar properties. And the zone 1, which is supplied from the peripheral gastric and the peripheral gastric, and the zone 2 supplied by the superficial gastric and subconflict area, which is completely destroyed during the full abdominoblasty. So, this zone 3 must be preserved and not disturbed to survive the remaining abdominal wall after abdominal wall. Some measurements must be kept in your mind when you go to abdominoblasty inundation to get the beautiful body contouring visitation. The first point is called the A point. It corresponds to the monsiburis distance of highest of monsiburis, which is about 5 to 7 centimeters. So, the upper incision line of abdominoblasty must be, at this point, from the anterior valvular commissure or root edunus to the upper incision must be about 5 to 7 centimeters. More than lead to some of the redundant monsiburis and lead to an ugly sternum geritalia. And also the distance between the umbilitis and top of monsiburis must be about 11 to 16 centimeters. And the C point is equal to D line. It's the midway, the actual site of the accurate site of the umbilitis, the midway between sinusiburis and valvular commissure or root edunus. Now, we took the type of abdominoblasty and breathe. The first type is called the mini-abdominoblasty, usually indicated to patients with mild to moderate skin laxity and facial access to lower intra-umbilical abdomen, together with a sufficient or longer distance between sinusiburis and the umbilitis. The main issue in the mini-abdominoblasty is called the patient is candid for mini-abdominoblasty. The upper incision line does not exceed more than 9 centimeters. This patient needs transposition of the umbilitis and it's not candid to mini-abdominoblasty. The second one, our second type of abdominoblasty is called what is called this full libo-abdominoblasty. and no term is called the full abdominoblasty. It's called term as the mini-abdominoblasty must be accompanied with the libo-suction to get the very nice and very beautiful abdominal impairment. especially the waist inflammation. So indicated for patients with significant skin excess and upper and lower rectus diastasis and the abdominal wall laxity, usually plan to remove all tissue inferior to umbilitis. As we show in this patient, this patient is the area of liposuction to get the very nice waist inflammation. and with the full abdominoblasty. The third, the type of abdominoblasty is called the high lateral tension abdominoblasty. The high lateral tension abdominoblasty is suitable for patients who expect more than abdominal tightens and is often applicable for patients after massive weight loss patient. As we see in this patient, we do high lateral tension abdominoblasty and this scar is extended above the earlier crest to get a very nice, very useful waist in this patient. The fourth type of abdominoblasty is the vertical scar, usually suitable for patients suffering from excess tissue of lower and particularly of the upper abdomen, often after massive weight loss. And also the indication for flare deli ablasty, usually in the patient which already have the extended abdominal midline scars. As we show in this patient, this patient has excess tissue in the upper abdomen and you need not to get the very acceptable abdominal contouring flare deli of vertical incision and vertical removal of the tissue besides the horizontal removal of the idle abdomen. And the first type of abdominoblasty is the type which is discussed today is called circumferential abdominoblasty or belt abdominoblasty or circumferential pulsoblasty. Usually the most common part of our most common procedure of circumferential abdominoblasty is look with the glute and belt blade. Now we talk look with the glute versus belt blade. Before we talk about the two procedures, we must know what is the zone of adherence present all over the body. The zone of adherence is a strong fibrous tissue of fibrous band attached between the skeletal or myofacial tissue to direct to the skin. This tissue or this zone of adherence, during weight reduction or weight reduction or during inflammation tissue, this tissue is not, this tissue is not, this tissue is not dendulous and this tissue also, to reserve the zone, every zone is different from another zone. As we know, the breast zone and the abdominal zone have a zone of adherence between them. and also the side zone on the abdominal zone has a zone of adherence of fibrous tissue attached between them. So this zone of adherence is the main concerning and the main difference between the two procedures of circumferential torsoblasty or abdominoblasty. And also the zone of adherence has three fibers. It's a strong zone of adherence. And also the fibrous zone of adherence between the skin and vertebrae is strong. And the zone of adherence related to the other region is strong. and the less strong, the weak zone of adherence and the less strong, the weak zone of adherence is corresponding to Dina and her tissue. So the main idea depends on the liquid tissue, the difference from the dendlite victim is strong. And the other region is strong. So the main idea depends on the liquid tissue, the difference from the dendlite victim and the zone of adherence which presents between the greeter and the femur and the skin which is the border line between the flanks and lateral aspects of the abdomen and the lateral aspects. إن لوكو التكنولي من الزهر هيز... حازم هايزاك تعيد الاستاتيه.V 3 كناني وصق عالي لأنها مهمة يعدية يا باشا ما كده ماشي كوي يوالله يا حازم زمين دوارات تكنيه لوكو التكنييه تعدى ان تنتمي في الجروف ده المترجم للقناة So in liquid technique, we must destroy the zone of adherence to bypass, to get any natural aspect of site . To get this point, the incision must be, in liquid technique, must be lower to get access to destroy the zone of adherence between the group of calper and stone. But in belt libectomy, the site of incision or site of incision is more superior to the local kidney. As we see in this patient, the first patient that do the belt libectomy, so that the site of incision is more superior to another patient in the left side, who is going to use the liquid to use to get the lateral side with circumferential torsoblasts. Harder, hard. Now we talk about the belt libectomy. Yes, thank you. Before we talk about the belt libectomy, what is this patient to go to circumferential torsoblasts in the middle position? I prefer the patient at first on supine position, in which abdominoblasts and side left will perform it. Then the broom position in which the back of left is done. Why I prefer this position for the patient, and why this position is more superior to move on lateral decubitus to lateral decubitus or prone torsoblasts? As we know, this sequence has the advantage of one theory. As a patient on spinal anesthesia, which in my patient of circumferential torsoblasts, torsoblasts, I do the regional anesthesia, I prepare the regional anesthesia to get rid of the hazard of general anesthesia. So I put the patient at first on spinal anesthesia, which is enough for abdominoblasts. Then the buttock left, and in broom position, extra-regional anesthesia may be moving. And also has the advantage of creating the best possible anterior contour, and then adjust the remainder of resection to it. And also has the ability to abduct the left, and allow for greater lateral resection of this patient. Finally, in broom position, I can judge the symmetry of back excision, and allow for augmentation in lateral position. So I prepare a spine through broom position. Now we talk about the ventriloidectomy. The marking of ventriloidectomy is the same like of abdominoblasts. Then posterior marking of ventriloidectomy may be included the auto-augmentation to do augmentation of the tissue without excision after de-excelization. And the third point is lateral marking of ventriloidectomy is considered, may be considered lower than the liquid tissue. The operative details, we do the, we do first the abdominoblasts, and the first the full abdominoblasts, and the irrigation of the anterior abdominal wall, with the thin, the thick sternum. Second step, the glycation of recta sheets, excision of excess flap and closure of the abdomen in there. Then the patient is there in broom position. and then the anterior proposed line of excision is seen in size and taken down to the level of underlying muscle fascia. Then the dissection is directed superior to the level of proposed superior marker. The excess tissue may be useful for auto-augmentation, especially of the patient after massive weight loss, and used as dermal clad to bend the only lumbar populated blocks of light to auto-augmentation, to auto-augmentation, to auto-augmentation. And the auto, the dermal clad may be picked like that to transposition in the pocket, which, and the, and the, and may be picked like this video. As we show, this dermal clad is designed for, during the marking, to auto-augmentation, and useful to be able to ignore the buttock. And this clad is putted in a bucket and taking the multiple internal suture of this flap to muscle fascia. And the most important internal suture, which is taking an ester to bristle to design this flap as we need to get the projection and the good projection of the as the patient visually suffered from the thattock. Thattock? Yes. 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 So, yes. Yes. ثلاثة الوجر. And now we talk about the local technique as the second procedure of circumferential abdominal blaster. The marking step is similar to the ventral arbyctomy but must be, as we discussed before, at lower level to release the zone of adherence and a low elevation lateral side tissue. And the operation step in local technique is similar to the ventral arbyctomy but additional step in the local technique. So in the Psi region, continuous undermining over the entire lateral Psi region is an effort to completely release the zone of adherence and allow greater elevation of lateral side tissue. And is dissected about 20 cm inferior and wide enough to allow at least six suspension points between the muscle abanus and the Psi region. and the Psi region. As we showed in this video, this fibrous adhesion must be destroyed to get to access the lateral aspect of the side to delifting the local Psi region is the estimation mistake. Now we get the dissection of the entire lateral aspect of the side. to delifting to delifting and the last step to take the anchoring of suspension suture between dermal and muscle tensor fascia later and the suspension and the The conclusion We can take a mixture of Puss procedure in the form of As we know, the inferior political marking in nowhere to avoid long unethetic political As we know, an aesthetic point to get the very beautiful very nice but we must have as a belong point that's what we discussed before to get this point we must get the inferior blockial marking and the inferior blockial incision must be more lower to get the more lifting of the buttock and get the more useful of second point I will make sure the lateral marking must be higher to create more accentuatedness especially to make and the bubic marking must be about 8 centimeters from vagina to shape from root to elevate the bubic area for the position Now we choose of clinical cases the first one built like this patient is about 23 years old the body mass index before bariatric surgery is about 44.4 and after bariatric surgery is about 26.6 the preoperative the of the patient and the lateral view and the postoperative after two months you can see how the second patient female patient 30 years old the mass index 44.3 23 and after the rapid surgery the body mass index 29 the core is for the operative of the circumferential operative button postoperative after two months the second the second patient is the male patient 27 years old and after bariatric surgery 33 the preoperative view until lateral and post still due and postoperative postoperative after three months until lateral and still due the last one the take-home message was the surgeon who is new to body lifting is proud to perform each component of combined lifting directly to gain experience with simple procedure before attempting a complex one side then can each be performed directly for stage torso and side thank you 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 good going to do what ممكن ياخد الابريشن. احنا عايزين بس سنتين. عشان ان اي بالصغير يعرف البروكوشنز لنا. ده اللي انا قلتو في اخر اخر سلايد اللي هي ان اي واحد في البودي ليفتنج وبزياد في البداية لا ما يستعجدش طبعا الموضوع صعب وما يقدرش وده هيبى هزرد على الابريشنز لانه فيه بريك داون كتير. فيه ناس هيردوا عليك ويقولولك احنا بنعملها كتيم. تلاتة عن ناحية دي وتلاتة عن ناحية دي. وبنمايز الابريشن تايم مش عارف للنص. وبنتحكم في البلادلوس. فهل الحاجات دي مقنعة ولا ده. مقنعة طبعا. بس التيم ده. لك العلمي. التيم طبعا مقنعة لو فيه تيم وكان فيه دكتور بتاع كارلوس روكو كان بيعمل الموضوع ده تيم. بس التيم ده كان مشتمل عليه دا يعني اكثر من اربع شغالين من ولاده وشغالين معايا في البودي كونتورينج وهم ما بيشتغلوش في الموضوع ده. يعني يعني لو 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 انت وطارق زايد عن ناحية التانية مسلا ومعاكو تلاتة نواب هنا وتلاتة نواب هنا. هتعملوها? اه لو هعمل على ممكن اعمل مسلا اه لكن اعمل كل العيان لكله في مرحلة واحدة لا ده صعب. هو حتى انا حدش في العالم بيقدر يعمل بعضها في مرحلة. ممكن يعمل. سيما يغطل فوزي. او لور بودي مرحلة واحدة. عمل ايه بيه? والله افنعمة. اه ثانية واحدة ثانية واحدة يا عبدالناصر انا هعرف الدكترة المرحلة واحدة اعترض على الكلام. لا 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 اعترض بالعكس انا اقول لك على عكس. حسنا في مصر ما تقدرش تعمل الكلام ده في مصر لاسي. ما ده اللي انا بقوله. اه اولا مافيش وليل كوالفايد. سيكوليتينج ويه. سكلابين جناس والاسيسنت بتاعك. اه اه اتس نوت وليل كوالفايد. والاهم من ده كله البوزيشنينج والبادينج. عشان عشان نحط العيان على بوزيشن. انا عايزه من سوباين لبرون. ها. انا في مصر احنا بنقتله. انما برا لا بتتعمل بحرفية. ده احنا مجرد ان احنا بالليب في العيان من سوباين لبرون. راح منينا في مصر اكتريس. انا انا يعني المحاضرة بتاعتي. انا اللي جاية. هتكلم على حاجات ممكن ما يكونش حد تتكلم عنها. بس هو دي حاجات مهمة جدا. واساسيات في الشغل ده. ولازم ولازم جينيوري استفع يبقى وعيك. بالزبط. بعدين اقول لي ساعدك حاجة. ما يبقاش عن تاري في القرار. لا بالزبط كده مش اي واحد يعمل كده. لازم تبقى عندك good experience انك تعمل upper and lower body lift in the same time. that you can do it. I did it a lot of time. بسوكرا. يا حازم. حازم. سما حضرتك كبير ما حضرت. انا كنت حضرت ليك special discussion with Ali. وكنت اتناقشت معها في certain scientific points. فتقدر تفكرنا بيها يعني نقطة الخلاة في الاتفاق بينك وبينه. انا لما اشتغلت في الرسالة بتاعتي سواء liquid او build. طبعا 10 واحد وصفت build. اللي لي باع فيها هو الدكتور علي. فهو الدكتور علي كان دايما بيفضل ال incision بتاعه very high يعني تسبيروا عن لوكوود واحنا قلت الكلام ده. بس انا وجدت ان ده بيحصل مشكرة في العيان. العيانين اللي هما بيبقى عندهم very long through battle يعني distance بتاع البتل ودائما مفيش demonstration between the battle and the battle. ده نتيجة وما بيعملش lifting او. انا حتى فيه ايه سلايد شرحتها على specific point بتاعك very nice or very beautiful battle. قلت فيه اربع item لازم انت تبقى حاطتهم في النبات. اللي هي قلت انت رابلوكير الكريز مقترض يبقى تلك. ما ينفعش واصل لحد اسراعي. ده مش ده ده قضل ده مش battle battle. تاني حاجة لازم يبقى فيه بين demarcation. الحاجة اسمها ساكرات الانجل عند ساكرات دمت. ده بيحددلي حدود البتوك. والفرق بينه وبين الباب. لما شدت الحالات اللي هو الدكتور العالي بس هو طبعا مستاذنا. يعني هو نفسه قال لي اه بس انا ما اقدرش عندي مشكلة. انا لو نزلت تحت انا باعتمد على بتيني line. تريدين احطي الانجل. وما قدرش اخش اعمل انجل جوه الانسيتيك او الانسيتيك او او الانسيتيك او البتوك. ما قدرش لازم على ال line. حتى لو ده يخلي ايه بتوك زي ما انت. طي. اخر سؤال ايه عشان. اخذ سؤال ايه عشان. اخذ سؤال ايه. اه بسولوجيكا الكريتيريا عشان النايب تاني يوم يقول لك يا بي جاتلنا حالة فور لوكوود او يقول لك جاتلنا حالة فور بيلت لايبكتوم. تو كريتيريا. اه انا قدر اقول انت عمل عند لوكوود وانت عمل بيلت? ايوة. ما انا برضو انا قلت لحبيبك انا بعد ما امتهيت من الرسالة وجدت ان انا ممكن اعمل ميكسيجنة. انا انا بعمل لوكوود وبيلت. اختم من لوكوود حاجات. ما انت بعد ما انت خلصت الرسالة احنا عايزين ان المدارس المساعد او النايب. يقول لك يا بيه دي فور لوكوود او دي فور بيلت. طبعا لو العيان محتاج دايما هي ميزة لوكوود عن البيلت. واللوكوود تي ممكن حاجات بجروبك منه اللي هو بيطول عملية بأدق 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 بأكدشنال أنا ممكن استغل احتاج بعد كده العيان صايلفت. فبالتالي ليه اعملو? بس هو طبعا الميزة بتاع في الولايات العيان ده فيه عندي بري اجريزيو صاي رضانة. آآ لاترال صاي رضانة. فساعتها العيان ده لا محتاج اعمل لاترال صاي لفت. حتى لو هعمله بعد كده انتيرو ميليا صاي لفت. عملية لوحيدة. بس اكيد العيان ده هيكون استفاد من الستيب الزيادة بتاعة اللي هو سفل. استاذ اسامة. استاذ اسامة. اللي هو عاطف معنا؟؟ طيب. ايه اني آآ كوشيونز او تعليقات للدكتور حازم؟ كزيدان استاذ وسامة في حد عايز ينقش حازم في اي حاجة لا لا هو حازم صراحة قدم الموضوع كويس جدا ونحن نشكره على المجهود الرائع والدكتور محمد انا عايز بس دكتور محمد كان طبعا من مشيكين عليك وسالة واستفدت كتير منه بصراحة ليه فضل جزير عليك وسالة كتاعة الدكتورات لا انت طلو عمرك اعز ربنا اجاز حاجة شهور يا رب دكتور اللي هو عطف امام معانا ولا غادر ماشي اي اي اسئلة ما فيش حد يعني عايزي اي اي كومنت طيب شكرا يا حازم كتا الخيرك شكرين جدا 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 حالو شكرا يا حازم باي باي شكرا ل اشتركوا في القناة